دوار الكرمة جاء فصل الربيع قررت حيوانات الغابة تنظيم حفل ترحيبا بهذا الفصل البديع كلفت البلبل أن يعد نشيد الترحيب لينشدوه يوم الحفل أنهى البلبل تلحين النشيد لكنه أصيب بزكام فبحى صوته بحث في الغابة عمن يعوضه فما وجد صوتا مناسبا للنشيد طار إلى دوار الخير حيث يسكن صديقه يوسف وطلب منه أن يبحث له عن من ينوب عنه في إلقاء النشيد رحب يوسف بالبلبل وعرفه أفراد أسرته قال يوسف هذا أبي فلاح يحرث الأرض وينتج الغذاء وهذه أمي تسهر على راحتنا وهذه أختي التي تدرس معي في مدرسة القرية حل موعد الغذاء جلس البلبل إلى المائدة وعليها فطائر وثريد وزبد وجبن وعسل وشاي ذاق البلبل من هذه الأطعمة وقال ما ألذ طعام البادية بعد الزوال خرج يوسف وضيفه إلى الدوار قال البلبل ما أجمل دواركم وكم هي رائعة بساتين الزيتون والتين والعنب والرمان التي تحيط به وما أرحب مزارع الحبوب والخضر ومراعي الماشية وصل الصديقان إلى الحضيرة وقف بباب الزريبة ثغى الخروف والماعزة قال البلبل هذه أصوات لا تصلح للغناء انتقل الصديقان إلى الإستبل سهل الحصان ونهق الحمار قال البلبل صوت الحمار مزعج وصل الصديقان إلى الخم قاقت الدجاجة وصاح الديك قال البلبل صوت الدجاجة متقطع أصوات هذه الدواجن لا تصلح للغناء سمع البلبل صوتاً شجياً رفع رأسه ناحية الصوت رأى عندليباً يغرد فوق غسن شجرة الزيتون طار البلبل عند العندليب وقال له ما أعذب صوتك أيها العندليب هل تقبل أن تنوب عني في إلقاء نشيد الربيع وفي يوم الحفل أنشد العندليب مرحباً بالربيع مرحباً بالفصل البديع فسفق الجميع وأنشدوا معه دوار الكرمة جاء فصل الربيع قررت حيوانات الغابة تنظيم حفل ترحيباً بهذا الفصل البديع كلفت البلبل أن يعد نشيد الترحيب لينشدوه يوم الحفل أنهى البلبل تلحين النشيد لكنه أصيب بزكام فبحى صوته بحث في الغابة عمن يعوضه فما وجد صوتاً مناسباً للنشيد طار إلى دوار الخير حيث يسكن صديقه يوسف وطلب منه أن يبحث له عن من ينوب عنه في إلقاء النشيد رحب يوسف بالبلبل وعرفه أفراد أسرته قال يوسف هذا أبي فلاح يحرث الأرض وينتج الغذاء وهذه أمي تسهر على راحتنا وهذه أختي التي تدرس معي في مدرسة القرية حل موعد الغذاء جلس البلبل إلى المائدة وعليها فطائر وثريد وزبد وجبن وعسل وشاي ذاق البلبل من هذه الأطعمة وقال ما ألذ طعام البادية بعد الزوال خرج يوسف وضيفه إلى الدوار قال البلبل ما أجمل دواركم وكم هي رائعة بساتين الزيتون والتين والعنب والرمان التي تحيط به وما أرحب مزارع الحبوب والخضر ومراعي الماشية وصل الصديقان إلى الحضيرة وقف بباب الزريبة ثغى الخروف والماعزة قال البلبل هذه أصوات لا تصلح للغناء انتقل الصديقان إلى الإستبل سهل الحصان ونهق الحمار قال البلبل صوت الحمار مزعج وصل الصديقان إلى الخم قاقت الدجاجة وصاح الديك قال البلبل صوت الدجاجة متقطع أصوات هذه الدواجن لا تصلح للغناء سمع البلبل صوتاً شجياً رفع رأسه ناحية الصوت رأى عند ليباً يغرد فوق غصن شجرة الزيتون طار البلبل عند العندليب وقال له ما أعذب صوتك أيها العندليب هل تقبل أن تنوب عني في إلقاء نشيد الربيع وفي يوم الحفل أنشد العندليب مرحباً بالربيع مرحباً بالفصل البديع فسفق الجميع وأنشدوا معه ترجمة نانسي قنقر